اشتركوا في القناة يقول نفر وكالون ننتمضي ابدا وعدك جمهور الاهلي مش بغنيها جمهور الاهلي يمارسوها ينتقل بين الملاعب ليحيي البطولات ويكسبها رونقا ونفس يشعروا مبصمة الاهلي من المدرجات يعني جميع البطولات تتمنى ان يكون الاهلي متوجدا بها الان بتدي مزاق للبطولة فهناك ثقافة تولدت من ثقة الجماهير في الاحذة بالاسباب من البسكت الى كرة اليد والان الى السوبر في الامارات تسمع ان الجوالة بقى الاعمالين رحموا الكويت للسعودية هيخدوا بعضهم يطلعوا على الامارات وهكذا خلف الاهلي الذي يصول ويقول في شتى الملاعب فريق بجمهور زيدة جمهور يستحق التخدير والاحترام والحنو والاحتواء والاهتمام ما داما يقدم هذه العظمة وهذا الالتزام يا أستاذ إبراهيم كبير 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 يا جمهور الاهلي يا اهلي حقيقة كمان كبير كبير وليد الفراج الاعلام السعودي الكبير لانه الحقيقة لما يقتطف هذه الظاهرة من البطولة العربية او من بطولة الاندية الكرة السلة بقى كرة اليد بطولة العالم ويلاحظ انه النقطة المضيئة جدا اللافتة للانتباه مش تقلق بطل ألمانيا ولا احتفاظه باللقب ولا هزيمة برشلونة ولا حتى خروج الخليج السعودي وهزيمته من التراجي لا الحالة اللي كانت في الدمام الاهلي وجمهور الاهلي نفس الحالة اللي كانت قبلها بأيام في الكويت مع فريق كرة السلة دا احنا لو رجعنا بقى هتبقى دوحة أبو ظبي كويت الدمام ورائك وترجع للعيد يعني هذه الجولة الكاشفة الرائعة الخليجية بقى مش محتاج انك تتكلم كتير عشان تقول حجم الشعبية وحجم الرعاية وفيلم اللي هو ايه عملين المعروض الحقيقة برضو كل الشكر وكل روابط الجماهير الاهلوية الكبيرة الشباب اللي قام على هذا التنظيم في السعودية وفي الكويت واللي منتظر ومقمول ومن المؤكد كمان انه الاهل في الامارات هيبقى في العين وفي القلب زي ما كان في الدوحة زي ما كان في ابو ظبي قبل كده وهكذا في كل نقطة عربية لكن ده يخليني من موقع الجماهير اقول للباش مهندس عدلي جمهوري الاهل في كل حتة ده مش محتاج تواجد الاهل دايما معاه ما هو لازم نبتدي نفكر بشكل بالزبط ان احنا ما نستناش البطولات الرسمية بقى لازم نسعى ان احنا باستمرار المناسبات الكبرى وانا عارف ان العواصم العربية طواقة ان تستقبل الاهل في هذه المنسبات ولا ينبغي ان نتخلف عن مثل هذه المحافل لان انت شفت حجم السعادة والحميمية اللي بتشعر بها مغارة توجودة في فوص الناس وحتى مش الكورة تتكلم على الباسكت والهندبول اي حاجة اي تواجد ليه هي الفنلة الحمرة الفنلة الحمرة والكيان وما تقدمه الحقيقة من احترام يعني انت بتروح بتقدم احترام فبتلقى مزيد من الاحترام والحب مش بس من جمهورك ما تسمع الاسد وليد الشقاء العرب هذا التقرير هو مين اللي عمله اخوة سعودية اخوة سعودية هذه الجائزة من الذي منحها مهرجان الفضيات العربية اه يعني ناس تراكة هكذا فحتقعد بقى يا جاليفر تشتكي من الدبابيس اللي بيرموك بيها اخوة سعودية شكرا